بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نكمل شرح الأحاديث أحاديث الأربعين النووية وصلنا إلى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو صحابي جليل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في السن ثماني سنوات عمره ثماني سنوات وهذا يدل على جواز تحمل الصغير المميز فقد كان مميزا وكان رضي الله عنه حافظا فحافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وتحدث به حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيدل على صحة تحمل الصغير المميز وأنما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول مثل الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فيقبل منه قال رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلاة الله على العبد ذكره في الملأ الأعلى وآله أي قرابته وصحابته وأتباعه فإن قلنا وآله وسلم شملت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه وإن قلنا وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان يكون فيه تفصيل يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين الحلال بين أي واضح لا لبس فيه كالصدق وبر الوالدين وصلة الأرحام وأكل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام إذا ما كانت تصل الإنسان بطريق حلال والحرام بين وإن الحرام بين أي واضح لا لبس فيه هناك أمور محرمة واضحة التحريم أدلتها واضحة معلومة كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك من المسائل التي يعلمها العالم وطالب العلم وعوام الناس فهي لا شك فيها ولا شك في معرفة حرمتها كأمور التي ذكرناها وغيرها وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذه الأمور المشتبهة المترددة بين الحل والحرمة فليست من الحلال البين ولا من الحرام البين وهذه لا يعلمها كثير من الناس لما يعلمها بعضهم أهل العلم وطلبة العلم الذين درسوا المسائل بتفصيلها فقد تخفى على كثير من الناس فما عليهم هؤلاء الذين قد خفيت عليهم هذه المسائل وأصبحت من الأمور المشتبهة المترددة عندهم واجب عليهم ألا يقتحموها وأن لا يقدموا عليها بل يتجنبوها اتقاءا لدينهم وعرضهم قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه إذن من اتقاها هذه الأمور التي لا يعلم جزما أنها حلال أو أنها حرام فيستبرئ لنفسه ولدينه وعرضه من أن يقترفها ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لأنه يتدرج به الأمر إلى أن يصبح شيئا فشيئا يهون عنده الأمر فيقع فيه الأمور المحرمة البين حرمتها إذن هذا الحديث يقسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام إلى ثلاثة أقسام حلال بين وحرام بين ظاهر معلوم للخاص والعام وأمور مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة لا يعلمها كثير من الناس قالوا هذا يرجع إلى القسم الثالث أي الأمور المشتبهة فيتجنبها الإنسان وذلك سلامة لدينه فيما بينه وبين الله وسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك وإذا ما تساهل في الوقوع في المشتبهات قد تجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا بالراعي الذي يرعى حول الحما فإنه إذا كان بعيدا من الحما سلم من وقوع ماشيته في الحما الحما وهو الماكن المخصبة التي يحميها الولاء والحكام يمنعون غيرهم من قربها الذي يرعى حولها يوشك وأن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة وحما الله عز وجل للمحارم التي حرمها فيجب على المرء الابتعاد عنها وعليه أن يبتعد عن المشتبهات عن الأمور المشتبهة التي لا التي قد تؤدي إلى الأمور المحرمة لأنها وسيلة وتتدرج به شيئا فشيئا إلى أن يقع في الحرام إذن ألا ألا وإن ألا وإن وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذه المضغة هي القلب وفي هذا بيان شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده لأن مدار الأعمال على النيات الصحيحة فإذا صلحت النية صلح العمل قال النوي رحمه الله خوله صلى الله عليه وسلم فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل هذا أمرين أي أنه يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام وذلك لأنه يجهل حكم هذه الأمور المشتبهة الثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام أنه يوشك أن يرتع فيها كما قيل وقال أهل العلم المعاصي بريد الكفر لأن النفس إذا وقعت في المخالف تتدرجت من مفسدة إلى أخرى إلى شيء أكبر منه كما تتدرجت الشياطين ببني إسرائيل من عصيان الأنبياء وعدم الاستجابة لهم إلى قتلهم والعياد بالله وكذلك جاء في الحديث لعن الله السارق يصرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وهذا معناه أنه يتدرج به الأمر فأنه في البداية يسرق بيضة لا أنه تقطع يده البيضة لأنها لم تبلغ نصاب حد القطع والحبل تدرج به إلى سرقة ما يكون فيه حكم القطع فهذا أمر خطير جداً فالشبهات قد تتدرج بالإنسان ليصل إلى الأمور المحرمة والعياد بالله استفاد من الحديث تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين واضح وحرام بين واضح وأمور مشتبهة مترددة بين الحلال والحرام على من لا يعلم حكمها أن يبتعد عنها ولا يقارفها لأنه يخشى عليه أن يقع في الحرام إذا ما اشتاز حدودها أن المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس وأن بعضهم يعلم حكمها فمن يعلم حكمها يتبع الأمر سواء كانت حلال باتباعها أو حرام باجتنابه أما الذي لا يعلم حكمها فعليه أن يبتعد عنها استبراء لدينه وعن الضح نستفيد من الحديث ترك اتيان الأمور المشتبهة حتى يتعلم الإنسان حلها أو حرمتها وأن هذا الحديث فيه ضرب الأمثال لتقرير المعاني وتشبيهها بالأمور المعنوية وتشبيهها بالأمور الحسية لتقريب وجهات النظر والمفاهيم للناس لتستوعب المسألة أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة وتدرج به الأمر إلى أن يقع في الأمور المعضلات وفي الحديث نستفيد بيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابع له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده وأن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن والعياد بالله وأن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعلى عرضه من العيب والثلب هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد